يُمكن أن نُقدِّم أجوبةً متنوِّعةً على هذا الذي يُمكن أن يُطرح إشكالًا من قبل العدو نُقدِّم جوابين رئيسيين أحدُهما جوابٌ على المذاق البكري والآخر جوابٌ على المذاق الشيعي الإمامي أما الأول فارجعوا إلى تفسير الزمخشري المعروف بالكشاف في المُجلَّد الثالث الصفحة ثلاثمائة واثنتين وثمانين في تفسير قوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجُد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين يُفسِّر الزمخشري هذه الآية ثم يستطرِد فيقول فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ سَاغَ السُّجُودُ لِغَيْرِ اللَّهِ كَيْفَ سَاغَ هَذَا كَيْفَ جَازَ أَنْ يُسْجَدَ لِآدَمْ عَلَيْهِ السَّلَامِ قُلْتُ والجواب هو هذا الذي لا يسوغ هو السجود لغير الله على وجه العبادة فأما على وجه التكرمة والتبجيل فلا يأباه العقل إلا أن يعلم الله فيه مفسدةً فينهى عنه إذن السجود سجودان تارةً يكون السجود بداعي وقصد العبادة هذا النوع من السجود طبقًا لكلام الزمخشري لا يجوز إلا لله عز وجل هناك نوعٌ آخر سجود التكرمة سجود تبجيل تعظيم يقول هذا لا يأباه العقل ما المانع أن يسجد أحدٌ لأحدٍ على وجه التكرمة والتبجيل فليكن هذا السجود الذي أمرنا به والذي نخاطب فيه الزهراء عليه السلام بقولنا يا مولاتي يا فاطمة أغيثينا فليكن سجود تكرمةٍ وتبجيل هذا جوابكم نرجعه إليكم أما جوابنا وهو الجواب الأدق هو جواب أئمتنا عليهم الصلاة والسلام سادة الموحدين الذين علَّموا الناس التوحيد الحقيقي لالتوحيد الزائف المزيف الذي أوقع أهل الخلاف في الشرك في التشبيه في التجسيم روايتان أنقلُها لكم أما الأولى ففي تفسير شيخنا القمّي عليه الرحمة في المجلَّد الأول الصفحة 356 عيَّحيَ بن أكثم وقال سأل موسى بن محمد بن علي بن موسى مسائلًا فعرضها على أب الحسن عليه السلام الإمام الرضا صلوات الله عليه فكانت إحداها أخبرني عن قول الله عز وجل ورفع أبويه على العرش وخرُّوا له سُجَّد سَجَدَ يَعْقُوبُ وَوِلْدُهُ لِيُوسُفَ وَهُمْ أَنْبِيَاءَهِ كيف سُجَّدَ يَعْقُوبُ وَبَنُوهُ لِيُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فأجاب أبو الحسن عليه السلام أما سُجُودُ يَعْقُوبَ وَوُلْدِهِ لِيُوسُفَ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيُوسُفَ وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ يَعْقُوبَ وَوُلْدِهِ طَاعَةً لِلَّهِ وَتَحِيَّةً لِيُوسُفَ كَمَا كَانَ السُّجُودُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لِآدَمْ وَلَمْ يَكُنْ لِآدَمْ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ طَاعَةً لِلَّهِ وَتَحِيَّةً لِآدَمْ الله أمر أمر الملائكة أن تسجُد لآدم هذا الأمر الإلهي حين تطبِّقه الملائكة تمتثل له إنما يكون إذن طاعةً لله عبادةً له سجودًا لله غاية ما هنالك أن هذا السجود علته التحية لآدم بأمر الله هذه سجدة التحية نحن حين نسجُد فيما بعد هذه الصلاة التي علَّمنا إياها الصادق عليه السلام صلاة الاستغاثة بالبتول صلوات الله عليها إنما نسجُد طاعةً لله عبادةً لله وتحيةً للصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها